اشتركوا في القناة وينمي الانسان لم تأتي هذه الكرامة الالهية وهي هذا الدين لم يأتي لم يأتي هذا الدين ليجعل الانسان اداة صماء او وسيلة عمياء من غير احاسيس ولا وجدانات وانما ابتعاثه وابتعاث هذه الملة ليجعل الانسان عقلا واعيا وقلبا حيا وبهذا العقل الواعي والقلب الحي يتواصل يتواصل الانسان مع غيره يتواصل بالمحبة والمودة والمرحمة ويضله فوق كل ذلك أخوة عظيمة هي أخوة العقيدة والدين ثم هي أخوة أفرى لا تقل أهمية عن أخوة العقيدة والدين هي أخوة الإنسانية وهي مضلة عظيمة جاء بها وهو يوجه الناس أجمعين لا خصوص المؤمنين فيقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثار وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفون إن أكرمكم عند الله أتقال إن الله عليكم الخبير إن هذا التعريف إلا ما هو تحقيق لهذه الأخوة الأخوة الإنسانية في مجموعها الأخوة التي تحمل روابط المرحمة والودة والصداقة والمحبة وكل المشاعر الفياضة والأحاسيس الجنة فإذا نسع هذا الجانب من الدين أو من الإنسان فإنك لا تجد إلا غلوبا قاسية وأفئدة متحجرة وانعدام الأحاسيس لا تجد إلا آلة صماء وأداة عمياء وإن كانت تمشي وتنطق وتنام وتتكلم وتوجه وتحدث وتتحرك وتفعل ما تفعله مثل ما يفعل الإنسان ولكنها في الأصل الأصيل تبقى آدة أداة صماء ووسيلة عمياء لأنها فقدت الشعور وفقدت الإحساس وفقدت الرحمة وفقدت المودة وفقدت ما يخيض به الإنسان ليعرف به أنه إنسان من المشاعر والأحد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحسب لكل شيء حسابه حتى بسمة الأبي الحنون حتى ضحكة الأم كان يحسبها صلى الله عليه وسلم كان يحسبها من الدين وكان يعليها فوق التعبدات المحضة وفوق أرقى ما جاء به هذا الدين أترون الجهاد في سبيل الله؟ وكلكم يعرفوا الجهاد الحساب هذا الكتاب من أجل الإعلاء كلفة الدين ومن أجل صدر عدوان المعتدين وتشويش المشوشين وضرب الظالمين أن الذي عنده النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الدين ذروة سنامه ويحدثنا عن الإسلام معلومة ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أن الأمر متعلق بكلمة الله هذا الجهاد يأتيه شاك لطيف قوي شجاع فقد أخذته الحباثة وقد تملكته الشجاعة وهو شاك يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتلأ قلبه من إيمان وقد اخترف من هذا الدين غرفات جعلته يريد أن يجاهد في سبيل الله ولا يريد أن ينوي على شيء في الدنيا قد ترك كل شيء وراءه ترك دنياه وتجارته ومحابه وملابه وكل شيء مما يعجب به فإنه ترك أبواه ترك أبواه ترك أمه وأباه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني هاجرت أريد معك الهشرة والجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحسب الحساب لكل شيء كل شي عنده بالقاتل كل شي عنده بمقياف صلى الله عليه وسلم قال وكيف تركت أبواه كيف تركت أمك وأباك قال صلى الله فقال الرجل تركتهما يبكيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما فقدم البر والرحمة وإضحاك الهم وإظهار الصرور على الأبي فقدمه على الجهاد في الزبيل لله أي نفس يحفره هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أي مرحمة قد تملكها هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم أي شفقة لهذا النبي هذه الشفقة هي الموجودة في الزي وهي الموجودة في الليل كذا صلى الله عليه وسلم وهذا منفذ في كتب السيار والمغازي وفي كتب السلال وفيه أحاديث صحيحة مريحة صريحة ونبينا صلى الله عليه وسلم يوجه الغدوات والصرايا والقلوث فيبعد الذين يقاتلون في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله يبعدهم ويقول لهم صلى الله عليه وسلم شكر وصية العشب شكر وصية الجميلة شكر وصية التي تنقلب من فام رجل لا يريد سك الدماء ولا يريد القتل ولا يريد البشر ولا يريد الضم ولا يريد الدنيا ولا يريد أن تراق الدماء وأن تفصل المرس عن الأجساد وتبقى الأبطال إنما كان يريد إعلاء كلمة الله صلى الله عليه وسلم أنا أقول لهم لا تخذروا خرجوا وقاتلوا في سبيل الله من كفر لإعلاء كلمة الله ولا تخذروا تخذروا بأحده فيواجهكم وجهاً لوجهاً لا تخذروا ولا تغلوا لا تسرقوا من الغنيمة ولا تسرقوا الناسة في بيوته وضوره وحرقهم لا تسرقوه ولا تسرقوا من الغنيمة لا تخذروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا هذه وصية الله إليكم ووصية نبيه فيكم صلى الله عليه وسلم أي رحمة أعظم حتى في احتدام الشيوف وتطاير الرؤوس حتى في الضحامات التي تنبع فيها الحروب على قدم وثاق ولا يضع العدو منك سبيق ويصير الناس لبعضه القتلى وتقتل وضربا بالأهنام في هذه اللحظات الحرجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقفلوا ولا تقتلوا وليدا تقلج الوليد بل إنه قد ثبت في صحيح مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في غزوة من الغزوات وقد شارك فيها فوجد امرأة مقتولة فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل يعني لما قتلتموها وليست من أهل القتال وليست من أهل الجهال يعني هذه لا تقاتل ولا تحمل سلاحا هذه لا يمكن أن تكون قد حملت السلاح على رجل فقتلها فلما قتلهم ليستنكروا صلى الله عليه وسلم بشدة بل إنهم صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الطبراني بسند رجال وثقات أن حديث عبد الله من سعود أنه صلى الله عليه وسلم قال لن تؤمنوا حتى تراحبنا فقال أصحابه وكلنا رحيمون يا رسول الله كلنا رحيمون فقال عليه الصلاة والسلام ليست برحمة أحدكم بصاحبه بش الرحمة الأحدكم بصاحبه إنما هي رحمة عامة أي رحمة شاملة رحمة بالضعفاء والمساكين رحمة بالأقوياء رحمة بالظالمين بالظالمين رحمة بالنساء رحمة بالحيوان رحمة بالنبات رحمة عامة شاملة بهذا جاء نبيكم صلى الله عليه وسلم هذه هي مقتضيات هذا الدين وهذه مستلزمات هذا الدين إن هذا الدين عظيم كريم يحمل في الثنايا هذا العمق العجيب الذي لا يوجد في هذه الحضارات القديمة منها والحديث هذا الدين جميل جدا إن نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يذكرون في أمر عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الثامنة للإجراء وقد دخل مكة منتصرة منتصرة مرفوع الهامة صلى الله عليه وسلم قد دانت العرب جميعا له يدخل مكة المكرمة ولا من متكلم أو متحدد كل شيء يدخل الترديانه يقدر حد يدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال نصرت بالرعب شهر مسيرة شهره نصرت بالرعب صلى الله عليه وسلم الكل خائف والكل وجيل فينادي أمية بن صفوان وأبا سوفيان وينادي الحارث بن هشام ليأتوا يجيون عنده فقال عمر قال عمر قال قد أمكننا الله منهم اليوم قطع الرؤوس قد أمكننا الله منهم فلما أتوه قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثفكم كمثل ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم صلى الله عليه وسلم يقول عمر فاستحييت وحشم غرقت حويجي فاستحييت مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر يريد ورسول الله يريد شيئاً آخر عجيب انظروا إلى الحضارات المعاصرة وهي تتفرج في القتل وهي تتفرج في الظلم وهي تفرج في الاعتداء انظروا هو يتدعم الظالم انظروا إليها وقارنوها بالدين قارنوها بالإسلام قارنوها بهذه المقتضايا المحبة انظروا إلى وسائل التواصل الاجتماعي وشوفوا التفازة وشوفوا حجم الضمار الموجود في دول العالم كله حجم الضمار الموجود في أولئكم الذين سرقوا الأرض وحتفوا العرض وانتهقوا الحرومات وأخذوا الضورة والأراضي في أولئكم الذين قتلوا الأولاد والأطفال والنساء والصغام والشيب والشباب انظروا إلى هؤلاء المثقفين انظروا إلى هؤلاء المتحضرين انظروا الى اصحاب الحداثة انظروا الى هم يحدثونا عن الفكر والتنوير وعن الثورة الصناعية والثورة الفكرية انظروا الى هم يحدثونا عنها وانظروا الى تمثلاتهم في واقعهم انظروا إلى قتلهم انظروا إلى ظلمهم انظروا إلى بطشهم انظروا إلى نعمهم للظلامات وهم يعلمون أنهم ظلامة هؤلاء يصحاب الفكر والتنوير وانظروا إلى المسلمين انظروا إلى المسلمين حين يقاتلون غيرهم أو تحتدم المعركة فيما بينهم وبين غيرهم انظروا إليهم لتتضح لكم الصورة واضحة لا لبس فيها ولا غبار عليها ولا تشويش عليها وإن قام المشوشون بالتشويش وإن قام المشاغمون بالتشغيل إن هذا الدين رحيم وإن شوش عليه من شوش وإن أظلم سورته من أظلم وإن أباله في سورة القاتل والظالم والإرهابي 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 فإن هذا الدين رحيم وأهله رحمى ونبيه رحيم صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام أنا نبي المرحمة صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى هذه الحضارة الزائفة وهذه الثقافة المزورة وهذا العظم الذي لا يحني عن الله شيئا انظروا وإن لمعوا وإن أبنوا في صورة الجمال والكمال والدلال وإن تقاطعت وسائل التواصل ووسائل الإعلام المختلفة على إظهاره في صورة المستضعف المستقين الذي يأخذ حقه وهو مظلوم لكنه ظالم بحق فنسأل الله عز وجل أن يحينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يرحمنا إنه بنا رحيم وأن ينصر إخواننا المستضعفين لمشارق الأرض ومغاربها إنه بنا رحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله وبركاته شكرا جمعين اشتركوا في القناة